السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام كل من يسمعني معكم الاستواصفة من قناة تيوك لو سمعنا الأول مرة أجل الفيديو ما ينسى الشتريك وفعلنا الجرس تعبير عن الغذاء الصحي وعيد مجي عن الغذاء الصحي موجود في قنوة تيوك تعبير أخرى عن الغذاء الصحي واليوم قلت لكم موضوع جديد يربي تستفيدوا يجبكم يمكنكم اطلاع على الفيديوهات الأخرى التي تتحدث عن الغذاء الصحي والتغذية الصحية نقرأ الموضوع على بركة الله الموضوع بمقدمة وخاتمة المقدمة تعريف الغذاء الصحي وفي الخاتمة نصحنا بمحافظة على صحاتنا باستخدام أو بتناول غذاء الصحي وشاهد وفي العرض تكلمنا عن مكونات الغذاء الصحي وأهمية الغذاء الصحي مقدمة أترك فراغ في بداية المقدمة مسافة كلمة الغذاء الصحي هو ذلك الغذاء الذي يزود جسم الإنسان بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها للنمو والتطور والوقاية من الأمراض ليس بالضرورة أن يكون تعريف دقيق وليس يكون تعريف غير دقيق سطرين أو ثلاثة هذه تكون المقدمة الغذاء الصحي هو ذلك الغذاء الذي يزود جسم الإنسان بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها للنمو والتطور والوقاية من الأمراض العرض اترك فراغ مسافة كلمة المقدمة يتكون الغذاء الصحي من الفواكه والخضروات فهي من أهم مكونات الغذاء الصحي حيث غنية بالمعادن والفيتامينات والألياف وكذلك الحبوب الكاملة يبقى هنا أول مكونات الغذاء الصحي الفواكه والخضروات وأيضاً الحبوب الكاملة وهي تعد من مصادر الطاقة المهمة وغنية بالنشويات بالإضافة إلى البروتينات رقم ثلاثة من مكونات الغذاء الصحي البروتينات وهي ضرورية لبناء العضلات وتوجد في اللحوم والدواجن والأسماك وننسى أربعة من مكونات الغذاء الصحي الدهون الصحية وتوجد في المكسرات والزيوت النباتية وغيرها من هنا أهمية الغذاء الصحي الغذاء الصحي يحسن صحة الجهاز الهضمي ويقوي جهاز المناعة ويقلل من إصابة بالأمراض كما يحافظ على صحة القلب والعظام والدماغ ويحسن الزاكرة والتركيز ويساعد على تحسين صحة البشرة والشعر ويمنع السمنة أضع نقطة عند انتهاء من العرض يبقى العرض هنا أوصول بالموضوع مكونات الغذاء الصحي متكون الغذاء الصحي جزداء مكونات الغذاء الصحي أهمية الغذاء الصحي والمقدمة تعريف الغذاء الصحي تبقى هنا الخاتمة أترك فراغ مسافة كاملات الخاتمة مثل المقدمة ومثل العرض ترك فراغ بقياة مسافة كاملات هنا الخلاصة أو هنا استنتاج الموضوع ونصيحة نصحنا بالمحافظة على صحتنا بتناول الغذاء الصحي والشاهد بتناول الغذاء الصحي سر الحياة السعيدة والصحية فالمحافظ على صحتنا بتناول الغذاء صحي بشكل منتظم ومتوازن وقد قيل الشهد العقل السليم في الجسم السليم قد قيل العقل السليم في الجسم السليم أضع نقطة عند انتهاء من التعبير أو الانتهاء من الخاتمة لا تنسوا لما الترقيم النقطة في نهاية المقدمة والفاصلات ونقطة في نهاية العرض ونقطة في نهاية الخاتمة عند القول نضع النقطتين أفعل قول قال قلت يقول نضع النقطتين الشاهد أي قرانية حديث مقولة حيث مضعها بين المزدوجين بدأ يفتحوا مغلقوا النهاية الفاصلات هذه فاصلة وضعنا فاصلات بين الجملة والأخرى نلتزم بعلمات الترقيم لأنه لو ملتزمناش بها ننقص في الدرجة أو في العلامة أو نأخذ درجة غير مرضية تحسين الخط بقدر الإمكان وتلاشى التشريب ونحاول كمان أن نلتزم بالتعليمة إذا كان هناك في تعليمة نلتزم بها نلتزم بعض الأسطر المطلوبة ونلتزم بتوظيف إذا ضربنا توظيف قواعد أو أسليب نلتزم بتوظيفها أشكركم على حسن الاستماع دونتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر